تنفيذ لتوجيهة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس نواب للاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني أقامت الأمانة العامة بالمجلس وبإشراف سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام للمجلس محاضرة عن بعد بعنوان جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية داخل وخارج مملكة البحرين وخلال المحاضرة أكد الدكتور مصطفى السيد أن مملكة البحرين وبقيادة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه كرست مفاهيم العمل الإنساني بكل أبعاده حيث باتت الممارسات الإنسانية واقعا معاشا وثقافة راسخة ونهجا أصيلا مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاهتمام الملكي الإنساني السامي بعمل المؤسسة يأتي ضمن رؤية جلالة الملك المفدة وبقيادة متميزة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لمنح المؤسسة بعدا أشمل في عملها الخيري والإنساني ومواكبة متطلبات العصر والمفهوم الأوسع للعمل الإنساني وتماشيا مع مبادئ ديننا حنيف في تكريم الإنسان وتحقيق الاحترافية في عملها كما وستعرض الدكتور مصطفى السيد جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية داخل وخارج مملكة البحرين كرعاية الأيتام والأرامل المكفولين من قبل جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه إلى جانب المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة في شتى المجالات والمساعدات والحملات الإغاثية الخارجية التي قدمتها المؤسسة للدول المنكوبة الشقيقة والصديقة ومشيدا بجهود معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب في تعزيز التعاون بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الإنسانية لإبراز مبادرات وجهود مملكة البحرين للعالم من خلال المنظمات والهيئات والمشاركات البرلمانية المتحددة ترجمة نانسي قنقر